النهاردة الأمور كانت حتتصعب الشوت الأول خلص تعادل سلبي الشوت التاني سجله هدف مازنبي وتلغى بعد كده الأهل انفجر يعني شفت المباراة ازاي بص هو يعني أنا كنت معاك الأسبوع اللي فات قلنا كلام قلت الفرع الأفريقية أما بدخلها معاك في الجنبي المطش بتصعب صح أما بيجيب فيها جون خلص المطش خلص المطش خلص المطش خلص المطش مثل كولر بدأ بتشكيل ما ينفعش بقى فيه تنوية لازم تهاجم من على الأطراف أنت للتلاتة رف نص الملعب عندك التلاتة شبه بعض أدورهم دفاعية أكتر منهم يعني شوية عمر السلية ممكن يعني بس بس أنت عندك التلاتة دفاعيين أوش السن مش هيساعدهم صح عكس إمام مثلا يعني أكرم دفاعي وكوكا دفاعي كوكا بصير كويس بس من بعيد يعني ما بيكملش فرقب معك أوه فأنت مضطر أنت بتهاجم على الجناب سواء بيرسي تاو سواء عبدالقادر المدارب بتاعهم فيهم كده بدأ يقفلك الجناب كنت عبدالقادر كان بواحدة على واحد على طول بدأ عبدالقادر يبقى على طول فيه اتنين على واحد بيرسي بيرسي تاو نفس الكلام بيروح بالكرة يلاقي اتنين رحوله فخلص بيبقى هنا و هنا مقفولة بالنسبة له يعني أنت كنت لازم تبدأ المرشل أنت تلعب على أرضك لازم كان يبقى التلاتة في نص المراحة فيهم قفشة لازم يبقى عندك الحلو الاختراق من نص لازم عندك ناس بتشوت عشان برضو التكاترات اللي عمينا هما فرقة كويسة جدا ومدارب بتاعهم كويس جدا وبيقفوا صح بس هي برضو يا كابتالي احمد هتناقش معاك يعني فرقة خطيرة جدا في التحولات الهجومية خطيرة جدا فهو أتصور أن هو برضو كان على أمن ده أصواره برضو في مزيمبي النهاردة لو لقدره زي الجول اللي تأجابه دوت وتلغى لو خطف فيك واحدة أنت باي باي فالأحسن أنك تبقى مأمن شوية أكتر ما تاخد المخاطر الكلام ده مثلا لو أنت خسر الواحد سفر في مزيمبي وتقول لك طبعا كان لازم يبدأ بقى نتيجة سفر و سفر دي نتيجة صعبة جدا ما هو بالزبط جدا يعني يعني أنت لو بتعد الواحد وواحد برا سفر و سفر هنا خلاص تصعد سفر و سفر دي نتيجة عادية جدا أنت بتتدماش نقوله جديد صح فأنت لازم تبقى عندك المبادرة أنت اللي تبدأ أنت لأ ما هو برضو يفكر نفس التفكير أنت لو هاجمت هو مش يفتح خطوطه لكن أنت بتلعب له بتلاتة في نصف الملعب وبتهاجم بتلاتة بس فهو عنده أريحية أنه يبدأ يهاجم ويعمل تحولات آه لكن أنت طبعا شايف النهاردة يبدأ بقافش بدل عمل السرعة آه أنا شايفت كان لأ يعني حد في نصف الملعب بيبقى لعيب كرة شوية بيعرف يوصل وسام أنت مش عارف توصل له وسام لأن وسام المهاجم أنا أخيرا شايف الأهل مهاجم أنا أنا كنت معاك المرة فاته قلت أنا أنا يعني أنا وسام شايفه أنه هو لعيب كويس جدا وموشر هو بس الإصابات اللي بتجيله كتير دي هتعطل يعني مسيرته شوية لكن من المهاجمين المحترمين بيتحرك كويس كرته حلوة جدا آه بيقف ع كرة كويس قوي آه هيدرز كويس بيطلع يعني هو ما ينساجم مع الفرقة برضو هو كان بيلعب برضو مش في أجواء مش في مصر طبعا بيلعب في أوروبا بيبقى الموضوع صعب شوية ما بيجي لعب في مصر الموضوع مختلف شوية صح فمع الوقت هيبدأ ياخد موشط هيبقى مهاجم كويس جدا النهاردة أكرم توفي عمل مباراة جميلة قوي كويس جدا آه هي مباراة فعية الأكرم يعني هو عمل دوره الدفاعي صح لكن التكملة الهجومية مكادش موجود دي برضو فرقت شوية لأنت برضو أنت بتلعب على الأرض كويس تكسب لازم عندك زيادة زيادة هجومية أنت بتهاجم بتلاتة بس بس فيه كورة عملها حلوة قوي يأسست بص حلو البيرستاو في الشوت الأول لما تهدم شوية وده سرور بيرستاو وجابت جول في نهاية المباراة مواضيع زيادة هجومية بس زيادة هجومية يعني طفيفة ما أنت برضو يعني أنت مفهود النادي الأهلي بيلعب مازينبي هنا مفهود النادي الأهلي هو اللي ياخد المبادرة ويهاجم أنت بتأمن أنت خايف من إيه يعني أنت خايف من إيه أنت خايف تهاجم ليه فأنت الطبيعة جدا أنت أي فرق أبتيجي على أستاذ الكهرة مع كم الجامير اللي كان موجود ده لتخطى السبعين ألف لازم المبادرة تبقى ليك لأ هو النهاردة كان فيه تحفظ من كولر أوي كان خايف أوي من فريب مازينبي وده بن أن أنت بتلعب بتاته في نص الملعب بنفس المواصفات مواصفات دفاعية فأنت بتلعب بتوازن أنت خايف لكن أنا ما كنتش عايزه كده النهاردة أنت تلعب عادي ما كنت تلعب أربعة أربعة أتنين أربعة أتنين تلاتة واحد وتهاجم وتعمل زيادة وفي نص الملعب يزود وراء المهاجمين الفرقة اللي قدامك الأفريقية بدليل أنت ما جبت الجن الفرقة نهارت مع أنها لو تعادلت كان يوصلوا بس تنهاروا خلاص